علاقتك إيه بكابتن حسن مصطفى رئيس تحاد الدولة الكرة اليد؟ يعني اختلفته في... إلى... على فكرة الدكتور حسن مصطفى هو اللي رشحني أحسن لعبه مصر الدكتور حسن مصطفى وأنا في الاتحاد كرمني ممكن مرتين تلاتة كأحسن اتحاد إحنا حققنا ريكورد كبير جدا في الاتحاد الدولي كمان أنت في الفترة بتاعتنا كاتحاد لما تكسب كاس عالم وبرونز عالم وربع أولمبياد يعني الإنجازات والتعامل على فكرة مهندس حسن من وانا بلعب الدكتور حسن من وانا بلعب ما يقوليش اللي عباش مهندس والعلاقة بيننا حتى حتى لحد ما حصل يعني أنت عملت الطولة عظيمة جدا 21 وعملت نظام الفقاعة لكن قيل وقتا أن حضرتك خرقت الفقاعة لم يحدث خلينا ما نطرقش للموضوع ده لا بالعكس مهما لأنه لم يحدث تماما وهو يعلم ذلك يعني حضرتك ما خرقتش ما اخترقتش فقاعة النقرى النقاط وفنتها وطلعت أنا في مؤتمر وشرحت نقطة نقطة طب باختصار كده خرقتك فقاعة لم يحدث إطلاقا لم تخرج من المكان إطلاقا ولماذا تهمت بذلك؟ في ناس هو نفسه بيطلق عليهم أن هو العيل هو مسميه كده للأسف الشديد يعني راح قال له كلام الظريف يعني وبتاعه للأسف للأسف إن الدكتور حسن صدقه وما أشد عقوبات الدكتور حسن إنت لو شايف عندك كادر محترم كويس خلى الهندبول في منطقة عالية جدا المفوط تعمل معي طبعا تدعمه وتسانده كل الكلام حتى لو إنت من وجهة نظرك إنه أخطأ المفوط تعمل معي خلي بالك من كذا كذا لكن واضح إن في إصرار إيه ده إحنا عمال أم لو كنا إحنا فشلين محناش نتائج فنية ماليا سايبين الاتحاد كنا مسكينه مديون ب4 مليون جنيه سايبينه فيه 120 مليون جنيه عملنا كاس عالم بمنشآت رياضية ومحصلتش دي كانت بطولة عظيمة وكلنا كل نشآت طب كل العظمة ديت يبقى النتيجة ومش أنا بس المجلس بالكامل تم إعفاء المجلس بالكامل أنا نفسي أعرف لغاية دلوقتي ليه؟ قل لي سبب ليه؟ وبعدين إحنا لغاية دلوقتي دخلين في التالت أو دخل قربنا على رابع سنة رابع سنة لجنة مش انتخابات لجنة معينة لجنة معينة يعني اللجنة تعد أكتر من المجلس المنتخب لمصلحة مين؟ لا يا ليق بالتحدث لمصلحة مين؟ ليه؟ ليه؟ كلمتوا من ساعتها؟ كان فيه محاولات لتقريب وجهات النظر مؤخرا بس ولادي الحلال بقى ما تموش الموضوع وقلت له هذه الكلمة أنا عارف أنه عايز أنا وهو والوزير الدكتور أشرف صبحي عايزين ننهي الموضوع لكن فيه ناس لا ترغب في هذا التصالح أو إنهاء الخلاف تشعر أنك تظلمت؟ جداً جداً ويعني نظر ربنا أجيب لك حقك بس كده ومتهيألي الناس حاسة بكده؟ أظن كده أظن كده لأن فيه لأن انتوا الحياة عملتوا بطولة عظيمة فنياً وإدارياً عمر أديب قال له الناس دي اللي عملت الإنجازات دي تعمل الكلام ده متهيألي على هو الكلام ده حصل